نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم محسب التكاليف وإدرية واحد حسب 310 الوحدة الثانية تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح Cost Volume Profit Analysis محتويات هذه الوحدة سلوك التكاليف تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح نقطة التعادل تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح تحليل الربحية أثر تغيير استراتيجية الإدارة على نقطة التعادل نبدأ بسلوك تكاليف سلوك التكاليف Cost Behavior المقصود بسلوك التكاليف عايزين نشوف مفهوم سلوك التكاليف Cost Behavior Concept يقصد بسلوك التكلفة طريق تغييرها استجابة للتغير في حجم النشاط حجم الإنتاج أو حجم المبعاة وتبقى بعناصر التكاليف في علاقتها بحجم النشاط إلى عناصر التكاليف ثلاث أنواع التكاليف الثابتة النوع الثاني التكاليف المتغيرة النوع الثالث التكاليف المختلطة سنبدأ بالنوع الأول التكاليف الثابتة Fixed Cost تعريف التكاليف الثابتة هي عناصر التكاليف التي تظل ثابتة في إجماليها مهما تغير حجم النشاط وذلك خلال مدى إنتاجي معين وتأخذ الشكل التالي على المحور الأفقي حجم النشاط الرأسي إجمالي التكاليف نلاحظ أن خط التكاليف الثابتة خط التكاليف الثابتة بيكون موازي للمحور الأفقي يعني مهما زاد حجم النشاط لما يكون النشاط مثلا ألف وحدة خط التكاليف الثابتة مقدرها مثلا عشر تلاف ريال لو زاد حجم النشاط لألفين وحدة برضو ما زال مقدار التكاليف الثابتة ثابتة برضو عند عشر تلاف لما زاد لتلات تلاف وحدة برضو يظل مقدار التكاليف الثابتة ثابتة عند العشر تلاف ويلاحظ أن نصيب وحدة النشاط من التكاليف الثابتة يتغير بتغير مستوى النشاط فتكلفة وحدة الإنتاج الثابتة تزداد مع انخفاض مستوى النشاط والعكس صحيح العكس أي بدل ما تزداد مع انخفاض مستوى النشاط حاول تنخفض مع زيادة مستوى النشاط فالعكس صحيح فمثلا بافتراض أن حجم إنتاج المشاة بلغ 5000 وحدة 5000 وحدة وأن قيمة الإيجار السنو بلغ 10,000 ريال فإن تكلفة الوحدة من الإيجار نقسم 10,000 ريال على 5000 يطلع نصيب الوحدة 2 ريال من تكلفة الإيجار لكن مع زيادة حجم النشاط إلى 10,000 وحدة بدل ما كان في الأول 5000 بقى 10,000 وحدة تصبح تكلفة الوحدة من الإيجار السنوي بنقسم التكلفة السابتة عند 10,000 ريال وحجم النشاط تزداد إلى 10,000 وحدة سنجد نصيب الوحدة يطلع ريال يبقى انخفض من 1 انخفض من 2 ريال إلى 1 ريال أنواع التكلفة الثابتة Types of Fixed Cost تتكون التكلفة الثابتة من نوعين هما التكلفة الثابتة الملزمة وهي التكلفة التي لا يمكن التكلفة منها بسهولة وبسرعة في الأجل القصير مثل استهلاك المباني والآلات نوع الثاني تكلفة ثابتة اختيارية أو غير ملزمة وهي التكلفة التي يمكن التخلص منها بسهولة وبسرعة في الأجل القصير مثل مرتبات الإدارة وتكاليف البحوث والتطوير معدلة التكلفة الثابتة صاد بتساوي ألف أو Y بتساوي A حيث صاد تمثل التكلفة الثابتة ألف مبلغ ثابت النوع الثاني التكاليف المطهرة الـ Variable Cost تعريف التكاليف المطهرة هي عناصر التكاليف التي تتغير في إجمالها بتغير حجم النشاط وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط يبقى تتغير في إجمالها بتغير حجم النشاط وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط برضو خلال مدى إنتاجي معين وتأخذ الشكل التالي على محور الأفق حجم النشاط والرأسي إجمالي التكاليف نلاحظ أن ده خط التكاليف المتغيرة بالله لما كان حجم النشاط مثلا ألف وحدة عندها التكاليف المتغيرة مثلا كانت عند عشر تلاف ريال مثلا لو زاد حجم النشاط إلى ألفين وحدة نلاحظ أن التكاليف المتغيرة ازدادت إلى عشرين ألف ريال لما زاد حجم النشاط إلى مثلا ثلاث تلاف وحدة ازداد مقدار التكاليف المتغيرة إلى تلاتين ألف ريال وهكذا بديت تتغير في إجماليها بتغير حجم النشاط وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط ويلاحظ أن نصيب وحدة النشاط من التكاليف المتغيرة يظل ثابت مهما تغير مستوى النشاط فمثلا بافتراض أن حجم إنتاج المنشاط بلغ خمس تلاف وحدة وأن قيم التكاليفة المواد المباشرة لهذا المستوى بلغ عشر تلاف ريال يبقى دي معلومات مستوى النشاط الأول ده معلومات مستوى النشاط الأول من وحدات وتكاليف طب بعد كده وبافتراض أن حجم النشاط تغير إلى ستة ألاف وحدة وأن قيمة تكلفة المواد المباشرة لهذا المستوى بلغت اتناشر ألف ريال يبقى دي كده معلومات مستوى النشاط الثاني هنحسب بقى تكلفة الوحدة من المواد المباشرة لحجم النشاط الأول ناخد بيانات النشاط الأول التكاليف كانت عشر تلاف وحجم النشاط عندها كان خمس تلاف يطلع نصيب الوحدة اتنين من تكلفة المواد المباشرة لها تعتبر تكلفة متغيرة وحجم النشاط الأول وحجم النشاط الثاني يطلع نصيب الوحدة برضو نصيب الوحدة لم يتغير معادلة التكاليف المطيرة صاد بتساوي الباء سين أو الواي بتساوي البي اكس حيث صاد تمثل التكلفة المطيرة باء التكلفة المطيرة للوحدة أو معدل التغير سين حجم النشاط سواء بالوحدات أو ساعات نوع الثالث التكاليف المختلطة المجزة كاست تعريف التكاليف المختلطة هي عناصر التكاليف التي تحتوي على جزء ثابت وجزء متغير يبقى فيها شق ثابت وشق متغير وتأخذ الشكل التالي عن محور الأفق حجم النشاط والرأسي إجمالي التكاليف الجزء الأسفل اللي هو من عند الخط الموازي ده كده اعتبر خط تكلفة ثابتة وده نقول خط تكلفة كلية تقولي ليه كلية ده 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 المتغير أقولك لا لأن ده الجزء السابت وده الجزء المتغير الجزء التكاليف المثابتة وده جزء التكاليف المتغير من فوق لتحت كده يبديد تكلفة الكلية اللي هي خط التكلفة الكلية اللي هي هنا تعتبر مختلطة مختلطة معادلة التكاليف المختلطة بيكون شكلها الصات بتساوي ألف زائد الباء سين بتجمع ما بين الشق السابت والشق المتغير أو الواي بتساوي الأي زائد البي أكس حيث صات تمثل التكلفة المختلطة ألف التكلفة الثابتة با التكلفة المتغيرة الوحدة أو معدل التغير سين حجم النشاط سواء وحدات أو ساعات